اليونت العاشر كتاب النحو الطبعة الجديدة واللي يتحدث هذا اليونت عن present perfect continuous and symbol مقارنة ما بين زمن المضارع التام العادي البسيط وما بين زمن المضارع التام المستمر طبعا نتقل على الملزمة لأنه الملزمة بيها ارتب مقارنة اوضح يقول we use continuous to say how long for something is still happening دائما how long يعني كم المدة how long كم المدة شقد المدة يعني الموضوع بي بي مدة هذا مضارع تام مستمر اما اذا كان اما اذا كان كم مرة how many times كم المرات وراح نستخدم زمن المضارع التام البسيط فالمضارع التام المستمر هنا المضارع التام البسيط هنا شوف المستمر يعني دائما كلمة how long تستخدم بي المضارع المستمر دائما how long have you been reading اكم مدة مدة القراءة how much of books have you read كم مرة قريت يعني عفونا كم كتاب انت قريت هنا زقد المدة اللي قريت به هنا كم كمية الكتب اللي قريته فهنا اكم مدة هنا اكو عدد هنا اكم مدة هنا اكو عدد فهذا هي فكرة المقارنة بعدين بنسبة لنقطة بي مقارنة بس بنسبة لنقطة سي يقول نستخدم الكونتينيوس نستخدم الكونتينيوس ويا الكلمة how long وحنا ذكرناها how long والhow much والhow many دائما نستخدمهم ويا المضارع التام اما المضارع التام المستمر فياخذ الhow long لانه كم المدة نجي على نقطة دي لا نسه الافعال اللي اخذناهم افعال اللي يستخدمن وهي الافعال اللي ما يجن وهي الحالة الاستمرارية اللي هما يعرف ويسي يرى و love يا حب و like و believe ذنم اي اخذن ing خليهن ملاحظة يمك كلش 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 مهمة ذنم اي اخذن دائما مضارع مستمر وايضا افعال اللي اللي اخذناهم في الملزمة مو بس اللي بالكتاب حتى الافعال اللي بالملزمة اخذنا بجموعة افعال بالملزمة يتلكم هاي الافعال متاخذ دائما صيغة المضارع المستمر نفس الحالة بحالة المضارع التام المستمر ايضا ما راح نستخدمهن ايضا ما راح نستخدمهن فهذه هي فكرة اليونت العاشر يونت بسيط سهل ان شاء الله مراجعة والمادة راح تتوينه ويتش راح تسهل ان شاء الله عليكم ما راح تصعب لانه الامور بدت توضح لكم ان شاء الله شكرا